تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الاختبار قد كان مع تلاميذ اليوم في مدة اللغة العربية تابعوه معي للأخير لأنني سأشرحه لكم بالتفصيل لدينا النص وكما أقول وأنصح دوما عليكم بقراءة النص عدة مرات حتى تفهمه جيدا وتجيب على الأسئلة بشكل صحيح لأن أجوبة الأسئلة تعتمد كليا على قراءة النص جيدا النص عنوانه العصائر الطبيعية والمصنعة المشروبات الغازية هي عصائر غير طبيعية تم تصنيعها وإضافة بعض المنكهات والمواد الحافظة لها لإعطاء المشروب مذاقه الخاص ويمثل السكر المكون الرئيسي في معظم المشروبات الغازية وبسبب هذه التركيبة غير الصحية فإن المشروبات الغازية تمثل خطرا كبيرا على جسم الإنسان فقد أكدت الدراسات أن المفرطين في شرب العصائر المصنعة يكونون عرضة للإصابة بأمراض كثيرة مثل مرض الكبد الدهني وداء السكري الناتج عن ارتفاع مستوى غلوقوز في الجسم كما أن هذه المشروبات تمد الجسم بسعرات حرارية مرتفعة وترفع من شهيتنا نحو الطعام وهذا يؤدي إلى الإصابة بمرض البدانة ومن أجل المحافظة على صحة أجسامنا يجب الامتناع عن شرب هذه العصائر المصنعة واستبدالها بالعصائر الطبيعية التي نستخلصها من الخضر والفواكه الطازجة مع عدم إضافة السكر لها مثل عصير البرتقال الذي ينشط الجسم وعصير الرمان الذي له فعالية كبرى في الوقاية من سرطان الجلد وعصير الليمون فهو يمتاز بخاصية محاربة التسموم في جهازنا الهضمي فما أروع العصائر الطبيعية إذن كان هذا هو النص أما عن أسئلة البناء الفكري لدينا أذكر ثلاثة أمراض تصيب الجسم عند الإفراض في شرب العصائر المصنعة إذا كنت قد قرأت النص جيدا ستذهب للجواب مباشرة فإن المفردين في شرب العصائر المصنعة يكونون عرضة بأمراض كثيرة مرض الكبد الدهني هذا جواب داء السكري هذا جواب آخر كما أن هناك مرض آخر مرض البدانة هذه هي الثلاثة أمراض التي تتسبب عند شربنا بشكل مفرد للعصائر المصنعة إذن قلنا أمراض كثيرة مثل مرض الكبد الدهني داء السكري كذلك ارتفاع مستوى غلوقوس في الجسم أو تقول مرض البدانة كل هذه نتائج من إفراض شرب العصائر المصنعة لدينا ما هي فائدة عصير الرمان؟ إذا قرأت النص جيدا ستذهب لها مباشرة عصير الرمان له فعالية كبرى في الوقاية من سرطان الجلد إذن ما هي فائدته؟ فائدته الوقاية من سرطان الجلد السؤال الثالث استخرج من النص قال من النص معلتها مش من رصيدك الخاص مراد في الكلمتين التاليتين مرض هو الداء إذا كنت قد قرأت النص جيدا ستعرف بأن المرض هو داء السمنة هو البدانة السمنة هي البدانة نقول شخص سمين أو شخص بادي نواصل أعرب هنا لدينا أسئلة البناء اللغوي أعرب ما تحته خط في النص لدينا ثلاث كلمات للإعراض الكلمة الأولى هي أن المفريطين المفريطين أتت بعد أن ونحن نعرف أن أن من نواسق هذا حرف نصب إذن المفريطين اسم أن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم إذن المفريطين اسم أن منصوب وعلامة نصبه الياء لأن المفريطين جمع مذكر سالم اسم أن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم الكلمة الثانية هي المحافظة نرى ماذا قبلها من أجل المحافظة قلت لكم عندما يكون الوزن هكذا نعربه مضاف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره الكلمة الثالثة هي والفواكه أتت بعد و لدينا الخضار والفواكه اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره لدينا استخرج من النص فعل صحيح مضاعف مضاعف نعرى لدينا تمد مدد وهذا هو مضاعف تمد أصلها مدد فيه تضعيف جمع تكسير الكلمات كثيرة في النص فيها جمع تكسير لدينا عصائر مفردها عصير عصائر لدينا كذلك الكلمات كثيرة المنكهات لا هذا جمع مؤمن السالم إذن لدينا كلمة عصائر ومفردها عصير وجمعها عصائر إذن هذا هو جمع التكسير لدينا عصائر مفردها عصير نواصل السؤال ما هو مصدر الأفعال التالية؟ أكد قلنا عندما نجد شدة على وزن فعالة فعالة تفعيل أكد تأكيد فعالة تفعيل أكد تأكيد مارس فعالة فعالة مفعالة مارس ممارسة هذا هو المصدر ممارسة أفرط أفعال أفعال إذن لدينا أفرط إفراط إذن هذا هو المصادر بيّن علامة التأنيذ في الكلمة التالية في الكلمة المصنعة علامة التأنيذ هنا هي التاء المربوطة علامة التأنيذ هي التاء المربوطة إذن بهذا الشكل أكون قد أجبت عن هذا الاختبار أعطوني رأيكم حول هذا الاختبار كيف كان أتمنى لكم التوفيق في أمان الله ورعايته تابعوني لأن هناك دوماً أجديد تابعوني لأن هناك دوماً أجديد تابعوني لأن هناك دوماً أجديد